مساء الخير لبنان عالق في عنق زجاجة بين طوابير المحروقات تموينا وطوابير العرقيل تأليفا الطوابير الأولى باقية وتتمدد رغم أن عددا كبيرا من المحطات التي كانت مقفلة لأسبوع الفائت فتحت أبوابها وعادت لتسليم البنزين للزبائن بعد إعادة تموينها من قبل شركاتها المستوردة للنفط القوات اللبنانية على لسان رئيسها سمير جعجع حملت رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال مسؤولية كل ما يجري على محطات بيع المحروقات فردت طيار الوطني الحر مطالبا القوات بأن تسلم المحتكرين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف أما الطوابير الثانية عرقلة فهي أيضا باقية ولكنها تتشعب وسط تأكيد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على ربعية تقول الاعتذار ليس على أجندته حتى الآن مدة التأليف ضاقت كثيرا رئيس الجمهورية يعي أين تكمن العرقيل وبعض المعنيين بالتشكيل يتعاملون وكأن الزمن هو دستور ما قبل الطائف تدعيات مذكرة إحضار المحقق العدلي طارق البطار بحق الرئيس حسان دياب ما زالت تتوسع كبقعة زيت لكونها سابقة على المستوى الوطني لا يمكن سوى في خانة الإضعاف لسيما أنها تخالف الدستور لناحية مواده التي تنص على صلاحية مجلس النواب حصرا باتهام رئيس الحكومة بالإخلال بواجباته خلال ممارسته عمله وهذا ما أكدت عليه الأمانة العامة لمجلس النواب في كتابها لنيابة العامة التمييزية أبعد من تفاصيل لبنان مؤتمر في بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة دولية وأقليمية وغياب دمشق أما الهدف فهو تخفيف التوترات في الشرق الأوسط والتأكيد على دور العراق قوسيت